نعم مشاهدي ومتابعي وكال ستيب الإخبارية في كل مكان نحن حاليا في ريف حماء الشمالي طبعا هذا الريف تعرض لقصف مدفع وصاروخي مكسف مصدره القوات الروسية وقوات النظام المتمركزة في شمال الشرق حماء أكثر من ألف قزيفة ومدفعية صاروخية استهدفت مدن كفرزيتا واللطامنة خلال الساعات القليلة الماضية وعدة قرى في شمال حماء طبعا هذا القصف أسفر عن حركة نزوح للمدنيين باتجاه الشمال السوري المحرر وأيضا يتسبب هذا القصف في شكل شبه يومي لوقوع جرحى مدنيون أو شهداء مدنيون اليوم فصائل المعارضة السورية المسلحة أعلنت شن عملية انغماسية في حاجز وقلط المصاصنة في ريف حماء الشمالي كما تشاهدون خلفي تماما هنا حاجز وقلط المصاصنة في ريف حماء الشمالي حيث أعلنت فصيل أنصار التوحيد شن عملية عسكرية عملية انغماسية داخل هذا الحاجز وحاجز المستر غرب الخربة وأعلنت تكبيه قوات النظام خسائر فادحة في الأرواح والعتاد طبعا العملية بدأت فجر اليوم حيث دخلت مجموعات تابعة لأنصار التوحيد إلى حاجز المصاصنة وحاجز المستر غربي الخربة والذي يقع قرب مدينة طيبة الإمام واشتبكت مع قوات النظام والميليشيات الموجودة داخل الحواجز لعدة ساعات أسفر ذلك الهجوم بحسب بيان لفصائل السوار عن وقوع ما يقارب الأربعين قتيل وجريحة في صفوف قوات النظام فيما أعلنت صفحات تابعة لقوات النظام عن مقتل سمانية عشر شخصا عنصرا من قوات النظام بإضافة لجرح عشر في صفوفهم طبعا من بين القتلى يوجد عدد من الضباط وعدد من القادة العسكرية في صفوف قوات النظام طبعا خلال الساعات القليلة الماضية خلال الساعات الليل تم استهداف مدينة طيبة بعدد من القزافة المدفعية والصاروخية من قبل القوات الروسية المتمركزة في القبارية والترابيع جنوب حلفاية تأتي هذه العملية في ريف حماء الشمالي بعد يوم واحد على استهداف بلدة زيزون في ريف حماء الغربي بعدد قزاف مدفعية وصاروخية أسفر ذلك عن وقوع ضحايا مدنيون وضمار هائف الأبناء السكنية ووقوع حرائق في السيارات للمدنيين كان معكم باس الحموي لستيب نيوز ريف حماء